مرحبا فيكم في الجلسة 192 لمجلس الوزراء إن العدوان على أهلنا في مخيم عقبة جبر في أريحة الذي جرى صباح اليوم هو جريمة كبرى راح ضحيتها أكثر من خمس شهداء وعدد من الجرحى المعتقلين هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورا وقد جاءت بعد حصار استمر أكثر من عشر أيام ونؤكد أن الحكومة تتابع هذا الأمر باعتباره جريمة كبرى وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إن هذه الإجراءات الاحتلالية والقمعية لن تثني شعبنا عن المطالبة بحقوقه الوطنية ونيله حريته واستقلاله الوطني ويؤكد مجلس الوزراء وقوفه إلى جانب أهلنا في محافظة أريحة وتقديم كل ما يلزم لهم من جانب آخر يودين ميلس وزراء أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال وخصوصا القرار التعسف القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيكل شهريا ليصبح المبلغ المقطع 102 مليون شيكل شهريا بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 21 في العشر مليار شيكل ويفوق عجز الموازنة السنوي أما من جانب آخر فإنه يعمق الأزمة المالية التي نواجهها وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيكل يؤكد ملس وزراء أنه لن يرضخ لهذا الابتزاز ولن يساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء وهنا يؤكد المجلس التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة وانتظام الرواتب ونقدر عاليا الموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات وتفاهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة ويؤسفني أن البعض يدعي أن الأزمة المالية مفتعلة هذا كلام لا يعقل وغير مقبول إننا نأمل أن تتمخذ الزيارات الأمريكية المتعددة عن لجم الإجراءات الإسرائيلية بحقنا سياسيا وأمنيا ودينيا وماليا من جانب آخر باسم مجلس الوزراء نتقدم بالتعزية والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال سوريا صباح اليوم ونحن جاهزون لإرسال فريق من الدفاع المدني والهلال الأحمر للمساعدة ونقول أن فلسطين تقع في منطقة حفرة الانهدام الأفرو آسيوي وهي منطقة زلازل وأن هناك زلزال يضرب المنطقة كل مئة عام كان آخرها الزلزال الذي ضرب فلسطين عام 1927 وهذا معجزاء من بعض المدن الفلسطينية لذلك أطلب من إسرائيل وقف كامل حفرياتها تحت المسجد الأقصى ونطالب اليونسكو إرسال فريق للوقوف على خطورة هذه الحفريات وإعداد دراسة هندسية تقييمية حول ما يجري تحت المسجد يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تهم وزارة الأوقاف في الأمور المتعلقة بالحج والعمرة وإعمار المساجد وتوفير أئمة وتعزيز دور ملكيات الأوقاف في التنمية الاقتصادية إضافة إلى تقارير مالية وأمنية وسياسية ومشاريع لتعزيز صمود شعبنا وشكرا